تفاصيل أكتر عامة دارة في هذا الاجتماع من خلال مشاركة زاملنا فاروق صلاح زاملنا العزيز فاروق صلاح بساء الخير مساء النور على حضرتك أستاذ محمد وعلى كل مشاهدة ومتابعي شاشة قناش النبي الأهدي في كل مكان عايزين أعرف منك تفاصيل أكتر من متابعتك للقاء والاجتماعات اللي تمت في النادي وتكلفات وتوجيهات الكابتن الخطيب لقطاع الناشئين وقياداته وما تم أيضا وضعه في الصورة أمام الكابتن الخطيب عن طريق الكابتن فاتح مبروك رئيس قطاع الناشئين خلينا يا زميل صاحب محمد يعني نتكلم في شقين يعني نأهد من كلام حضرتك وعملية التطوير المستمرة من جانب بجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي بقطاع الناشئين في شقين تمه النهاردة النهاردة كان في مباراة لشباب النادي الأهلي جمع طبعين الأهلي والجيش بجهاز الرئيب العبكري النهاردة حضر أفراد الجهاز الفني بالكامل ودي نقطة مهمة جدا مصر ديد التيزة مدرب العام مصر ميتشيليانكو مدرب حراق المرمى وأيضا محلل الأداء شعيب في إطار المتابعة المستمرة وعملية الرابط إن شاء الله اللي هتبقى مستمرة ما بين قطاع الناشئين والفريق الأول ودي نقطة مهمة جدا يعني على الكلام اللي حضرتك سيد محمد كنت تتناوله الحصب عملية التطوير أيضا النهاردة كان اجتماع انتهى منذ قليل اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي وأفراد لجنة التخطيط تبقى قيادة الكابتن مصر صالح الكابتن زكريا ناصر الكابتن خالد ديدو مع أفراد منظومة قطاع الناشئين مثل النادي الأهلي ومثالة الكابتن فاتح مبروك رئيس قطاع الناشئين الكابتن هشام حنف نائب رئيس قطاع الناشئين الكابتن تامر حفني المدير الفني لقطاع البرائم والكابتن جمال السيد المدير الفني لقطاع مدرسة الكرة من أجل الاجتماع من أجل عملية التطوير المستمرة لقطاع النشئين في الناد الأهلي وكيفية التطوير وكيفية الاستفادة من القطاع النشئين في الناد الأهلي وعملية الدعم اللي هتبع مستمرة طبعا لفريق الأول للناد الأهلي زي ما حضرتك عارف في محمد أن دايما القطاع النشئين في الناد الأهلي تم اتخاذ بعض القرارات وبعض الأمور يعني هيتم الإعلان عنها من خلال مكتب الألم للنادر أهلي ندر أمور كتير فنية أو أمور تخطوطية من أجل التخطيط للقطاع الناشئين ورؤى استراتيجيات قدما الكابتن فاتح مبروكريز قطاع الناشئين للنادر أهلي وأيضا من الأمور المهمة جدا صيد محمد من حرارة الكابتن الخطيب على الاجتماع مع مسؤولي أيضا مدرسة الكرة يعني الموضوع مش خاص به فرق القطاع الممثلة في الفرق القريبة من الفريق الأول التطوير أو عملية التخطيط بتشمل كل أفراد المنظومة بدءا من مدرسة الكرة تتلم على موليد 2010 2009 2008 وفرق البراعي ممثلة في 2006 2007 مرورا بفرق قطاع الناشئين دي نقطة مهمة جدا كان لازم نحن نوضحها لأن عملية التخطيط ليست نقططرة فقط على الفرق اللي هي تحت الفريق الأول فأمر مهم جدا تخطيط الكابتن الخطيب والرؤية الموضوعة هي عملية تخطيط ووضع استراتيجية للنادي الأهلي يعني هده يقدر ضم بكتكلم على سنوات قادمة الموضوع ليس متعلق بالسنة الحالية لا ده هده يبقى استراتيجية وخطة موضوعة من أجل تطوير كامل لقطاع الناشئين بمدرسة الكرة بالبرعان زي ما قلت بحضرتك وصد محمد في نجموعة من القرارات تم اتخاذها تقديم بعد بعض الرؤى وبعض الطلبات من جانب الكابتن الفطح مبروك ومسؤولي قطاع الناشئين من الكابتن الخطيب اللي دايما بيستجيبه ودايما يعني درميل بيلب كل الطلبات قطاع الناشئين في المدناني عملية التطوير إن شاء الله يتبقى فيه خطرة قادمة إن شاء الله يعني ما قلنا التطوير بيشمل يعني على النطاق التنظيمي على النطاق الملائب على الأمور دي مفهوم في كل الاتجاهات الخاصة بتطوير كرة القدم وقطاع الناشئين تحديدا بشكرك جدا على مشاركة معنا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي